شهد رئيس مجلس الوزراء ونظيره البيلاروسي رومان جولوفيتشينكو مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين وذلك عقب جلسة المباحثات التي عقدها الجانبان شملت الاتفاقيات اتفاقا بين مصلحة الجمارك المصرية ولجنة الجمارك الحكومية في بيلاروسيا لتعزيز نظام التجارة المشتركة ومذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والوكالة الوطنية للاستثمار والخصخصة في بيلاروسيا لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الاستثمار بين البلدين بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي بين البلدين لدعم وتعزيز مشاركة المستثمرين في سوق الأوراق المالية بين الهيئة العامة للرقابة المالية وبيلاروسيا